طبعا انا شايف ان اصوان طبعا بعد المحطة العظيمة اللي انشئت ليها محطة بنبان هي طبعا من اكبر محطات العالم للطاقة الشمسية تقدر تأهلها لهذا الموضوع جدا لان هي من الاساس التلاوز جامع من الطاقة فنقدر اصوان طبعا وطبعا اصوان اصد حظا كان جنبها السد العالي فهي جنبها مصدرين كلين مية في المية فطبعا تعتبر يعني يجب اعتمادها لمرحلة الجاية ان شاء الله لان مشكلة للطاقة الشمسية عشان نبقى صرحة الشمس مشكلتها انها بالنهار بس فانا بالليل محتاج طاقة مصدر اخر طبعا عندي السد العالي فبالتالي اصبح اقدر اصوان قادرة قادرة تبقى فعلا زيرو كاربون سيتي لايس لها مبعثات كاربونية ومحطات الطاقة الشمسية دكتور بأثناء النهار ما بيتخزن الطاقة وممكن استخدمها أثناء اللي التكنولوجيا التخزين ما زال غير اخصادي احنا نتكلم حلول ما انا برضو شاهد بقى صديق للبيئة فقط صديق للبيئة في نفس الوقت تبقى محافظة اقتصادية صحيح يعني هزا العلاج ان انا عايز اقامنا على الامبعثات الكاربونية او تبقى صفر الامبعثات الكاربونية نت يعني نت زيرو وفي نفس الوقت مش عايزة كان لقى مكلف فما زال لسه تخزين الطاقة من بطرق المتعرفة عليها لسه أغلى شوية فانا عندي مصدر اخر جانب عندي السد العالي تمام فدبعا دول كلها تؤهل المحافظة الى التحول الى فعلا تبقى زيرو كاربون سيتي